ملقى 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 ملق وفي مقدمة هذا الشوط يظهر شرار في مقدمة هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله الخيول العربية مسافة 1600 متر مسافة المخصص ليخيول العربية لصيلة حماس السكف في مقدمة هذا الشوط المركز الثاني للحرة الثاني وما زال جواد حماس السكف في المركز الأول الحرة الثاني للمركز الثاني ما شاء الله تبارك الله فارق كبير لصاحب المركز الأول الرقم ستة حماس السكب في مقدمة هذا الشوطياتي للمركز الثاني الحرة الثاني وما زال الجواد ماوي الموري أيضا ينتقل للمركز الثالث وما زال الجواد حماس السكب متقدم حتى لا ما شاء الله تبارك الله والمنعطف ما قبل الأخير الجواد حماس السكب تدريبات عزل العزيز الموسى تقوى القيادة النواف الفيروس ما شاء الله تبارك الله شوف آخر 800 متر سحابة خير تنتقل للمركز الثاني والاندفاع تاتي من بقية الجواد حماس السكب حتى لا ما تصدر وما التمسك بزمام هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله آخر 400 متر والاندفاع والمنافسة القوية للخيون العربية الأصيرة حماس السكب حتى لا ما سكب حتى لا في هذا الشوط شوف الاندفاع تاتي بقوى للمركز الثاني سحابة خير هل يستسلم حماس السكب ام يتنازل ام يتصدر حتى لا نشوف الاندفاع تاتي للمركز الأول سحابة الخير شوف سحابة خير سحابة للمركز الأول والمركز الثاني ينتقل لي الجواد حماس السكب والمركز الثالث كنتيجة مدرية في جواد المعنى إذن صحابة خير على مالكها راجي حمزان قشلان